Disseminated Intravascular Coagulation, DIC التخثر المنتثر داخل الأوعية, DIC التخثر المنتثر داخل الأوعية هو الطراب الدم النادر الذي يهدد حياة المصاب به لتأثيره على العملية الطبيعية لتخثر الدم وتسببه في تخثر أو نزيف الدم المفرط المرتبطان بزيادة فرصة الفشل العضوي والوفاة أسبابه Causes تتسبب عدد من العوامل التي تؤثر على عملية التخثر بالإصابة بالتخثر المنتثر داخل الأوعية ومنها العدوى الفيروسية، البكتيرية والفطرية بعض الأورام التعرض للحوادث التي تؤثر في الدماغ الحروق انخفاض دراجة حرارة الجسم المضاعفات المرافقة للحمل الأعراض Symptoms تعتمد علامات وأعراض التخثر المنتثر في الأوعية على العامل المسبب والعضو المتأثر على النحو التالي ضيق التنفس نقص النتاج البولي المرتبط بتأثير الكليتين السكتة لتخثر الدم في الدماغ اليرقان الناجم عن تسارع انحلال الدم وإنتاج البيليروبين انخفاض ضغط الدم نزيف الليثة والأنث خدران الأطراف تشخيص المرض هذه الحالة المرضية بحاجة إلى العديد من الفحوصات لتشخيصها منها فحص تعداد الصفايحات الدموية الفحص المخبري لعوامل التخثر الفايبرونيجين الثرومبين اختبار دي دايمر وهذا الفحص الذي يكشف عن سلامة عملية تخثر الدم من خلال تركيز بروتين الفايبرين الذي ينتج عن انحلال التخثر الدموي حيث يرتفع تركيزه بالإصابة بالتخثر المنتثر بالأوعية الدموية اختبار زمن البروثرومبين الذي يتم من خلاله تحديد الزمن اللازم لتخثر الدم ويزداد الزمن بالإصابة بالتخثر المنتثر بالأوعية الدموية اختبار مسحة الدم الذي يكشف عن اختلال شكل خلايا الدم وتلفها العلاج تريتمينت في الحالات الحادة للتخثر المنتثر يدخل المصاب لوحدة العناية المركزية حيث يتم تصحيح الاختلال المسبب للتخثر والحفاظ على وظيفة أعضاء الجسم كما يوصى بالإجراءات العلاجية التالية نقل الدم كاملاً أو بعض خلايا الدم في حالات النزيف المزمنة أو عوامل التخثر العققير الدوائية المضادة لتخثر الدم ويوصى بها في حالات فرط استخدام الجسم لعوامل التخثر ترجمة نانسي قنقر